بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تلتقي اليوم في درس جديد يتعلق دائما بقناة المعرفة الإحصائية هذا الدرس هو الدرس العشرين والمعنون بلغة الـ R بآية العمل الحزم والأوامر الموجودة في هذه اللغة إذن كما قلنا في درس سابق أن لغة الـ R من حيث المنشأ فإننا قلنا أنها تكرت من طرف العالمين أو الإحصائيين روس إيهيكا وروبيل جنتلمان وهما في جامعة أكلاندا في نيوزيلاندا بحيث أن هذه اللغة تم ابتكارها وصدرت أول نسخة منها في عام سنة 2000 هذه اللغة كما قلنا هي لغة مبنية على التوابع أو على الدوال وهي لغة لديها العديد من الخصائص التي أدت إلى التوسع في انتشارها بحيث أنها لغة مجانية لغة مفتوحة المصدر لغة بسيطة وسهلة التعامل والفهم ويمكن تحميل هذه اللغة على هذا الرابط ويمكن أيضا تحميل بعض من بيئاتها مثل الـ R Studio على هذا الرابط الآن ربما يطرح التساؤل كثيرا على ما معنى البرمجيات مفتوحة المصدر البرمجيات مفتوحة المصدر أو ما يسمى بالـ Open Source Software هي البرمجيات التي يمكن الإطلاع على شفرتها البرمجية باستخدام ترخيص يمنح فيه بالمالك حقوق الدراسة بالتعديل والتوزيع لأي شخص ولأي غارد كان بحيث أن هذه البرمجيات مفتوحة المصدر أصبحت تشكل عبءا على البرمجيات الاحتكارية التي لا يسمح مالكوها بإعطاء شفرات لأناس آخرين بحيث أن يستطيعوا أن يغيروا فيها لكن بالنسبة للبيانات مفتوحة المصدر منحت هذا الحق لأي شخص كما قلنا مما منح هذه البرمجيات إمكانية وضع تصورات جديدة متنوعة بحيث أدت إلى تطوير العديد من التعليمات والأوامر فيها وأدى حسب مجموعة من جانب آخر أدى إلى أن الذين يستخدمونها وفرت على المستهلكين ما يقارب 60 مليار دولار أمريكي أو 48 مليار يورو سنويا على المستهلكين بالنسبة إلى لغة الأير هي بلغة كما قلنا لغة صنعها الإخصائيون ووضعت للإخصائيين بشكل كبير لهذه اللغة الكثير من البيئات العمل أو ما يسمى بالورك سبيس أشهر هذه البيئات الآن حاليا هي الأير ستوديو والأير كي وورد وTNN Air والأير كوماندر بحيث أن أشهر واحدة فيهم هي الأير ستوديو يمكن تحميل طبعا هذه البيئات العمل من النات ويمكن استخدامها لماذا خلقت أو لماذا جاءت هذه وأنشئت هذه البيئات هي طبعا إذا مثلا رجعنا إلى لغة الأير فإن لغة الأير إذا فتحناها وطبثناها فإنها نراحضها بهذا الشكل بحيث أنها بسيطة جدا لا نجد فيها الكثير من الأيقونات ولا نجد فيها الكثير من الأشياء ولذلك فإنه بالنسبة إلى المبتدئين تبدو أنها معقدة بحيث أنه لا يستطيعون العمل بها لذلك تسهيل أن هذا الشيء فإنه تم ابتكار ما يسمى بيئات العمل هذه البيئات العمل يمكن أنها تسهل هذا الشيء بحيث أنه مثلا بالنسبة إلى كما كنا أول بيئة العمل والتي تكلمنا والتي نستخدمها في كثير من دروسنا السابقة هي ما يسمى بالـ Air Studio Air Studio كما قلنا سابقا هي هي بسيطة جدا بحيث أنها مقسمة إلى أربعة أقسام أساسية هذه الأقسام تتمثل في قسم في قسم الـ History والـ Environment وغيرها والقسم الآخر هو قسم الـ Consult قسم الذي يتكون من البكيج والـ Plotus وغيرها والقسم الأول الذي يتمثل في الـ Source بالنسبة إلى هذه الأقسام وبالتالي فإنه يعني هذه كما قلت الـ Open Source أو عفواً هذه الـ Workspace تسمح لنا باستخدام هذه اللغة ببساطة إذا ذهبنا إلى أيضا الـ Air World فإننا نجدها أيضا بسيطة بحيث أنها هي بسيطة أيضا بحيث أنها عبارة عن صفحة نجدها مثل البرمجيات الأخرى لكن تمتاز بهذه البيئة تمتاز بأنه كل التعليمات موجودة مباشرة على الصفحة بحيث أننا نجد مختلف التعليمات موجودة مباشرة على الصفحة إذا ذهبت إلى بربطية الـ TNN التي أيضا يمكن تثبيتها مباشرة فإننا أيضا نجد مختلف التعليمات هي موجودة مباشرة أيضا على الواجهة بحيث أننا نستخدمها وهي تستخدم طبعا تعليمات وحزب الـ Air برمجيات الـ Air إذا ذهبنا أيضا إلى Air Commander بالنسبة إلى Air Commander فإنه يتم تثبيتها عن طريق من الـ Air مباشرة بحيث أننا إذا أردنا أن نسحبها من الـ Air فإننا نستخدم التعليمات التالية إذن نذهب إلى سأخذها مثلا من برمجيات الـ Air هي تستخدم الـ Air Commander نختصرها بهذا الشكل بحيث أننا نستخدم هذه التعليمة بحيث أن هذه التعليمة مباشرة نثبتها نذهب إلى برمجيات الـ Air ومباشرة يعني نضع التعليمة مثلا أفوا نثبت إلى مثلا Air نضع التعليمة هنا PAST نثبتها فننتظر حتى تثبت هذه التعليمة ثم بعد ذلك فإننا نستدعيها عن طريق Liberary هذه الطريقة أو أننا يعني يعني Liberary وشرة بين قوسين ونضع Air Commander بهذا الاختصار أو أننا وهنا طبعا هنا هي مثبتة موجودة مباشرة على لغة الـ Air فنذهب مباشرة إلى P-Cage فنذهب إلى Loud P-Cage نذهب وسنجدها هنا Air Commander نذهب إلى Air بس فقط فسنجدها R CR Air Commander فنضغط عليها مرتين أو نضع OK فستظهر لنا مباشرة على الشاشة أو على برمجية Air أترى قليلا فقط نريد التعليمة ربما لأنها تثبت بشكل نفسي تثبت بشكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احسن بيئة من بيئات هذه العمل هي R Studio التي استخدمناها في مختلف الدروس السابقة والتي يستخدمها الكثيرون عندما يقولون يعني مباشرة اننا نستخدم ال R فهم يستخدمون بالضرورة ال R Studio بالنسبة ال R Studio كما قلت انها سابقا مقسمة بهذا التقسيم الى اربعة اقسام اذا ذهبنا الى لغة ال R فكما قلت انه لغة ال R هي في الاصل هي عبارة عن مجموعة حزم هذه الحزم مكونة من function يعني من توابع او دوال ومكونة من مواقع ال data بحيث انها مطورة من طرف مجتمع او الذين يتبعون هذه البرمجية بحيث انه لديها الكثير من البرمجيات في اخر تحديد وهي مأخوضة طبعا لديها موقع الاساسي او المصر الاساسي هي السيران بحيث السيران الان يعني اخر تحديد لعدد الحزم الموجودة في هذه البرمجية ما يقارب 17.051 حزمة هذه الحزم يمكن تثبيتها بالشكل التالي بحيث اننا اما نضع install package ونضع اسم الحزمة يجب ان نعرف اسمها اذا اردنا تحديدها فاننا نضع update package اذا اردنا تغييرها remove package نضع اسمها اذا اردنا استدعائها فاننا نضع library package ونستدعيها هناك كما قلت الالاف من هذه الحزم فمثلا هذه الحزم كما قلنا تتكون من توابع فمثلا اذا ذهبنا الى RStudio فاننا في RStudio مثلا اذا استدعينا هذه package نذهب مثلا الى package T-series التي نستخدمها كما قلنا كثيرا خصوصا في استدعاء التعليمات المتعلقة بالسلاسل الزمنية فهذه T-case مثلا T-series سنجدها موجودة هنا اذا او مباشرة نبحث عليها هنا طبعا فاذا مباشرة T-series هي موجودة هنا فمثلا اذا ضغطنا على T-series ماذا سنجد؟ هي مخصصة الى السلاسل الزمنية المتعلقة بالمالية وغيرها اذا فتحنا هذه T-series ماذا سنجد فيها؟ سنجد ما يلي طبعا سنجد انه مكونة من مجموعة توابع كثيرة من بين هذه التوابع التي استخدمناها سابقا مثل ADF Test مثلا ديكي فولر تاست المستخدم في دراسة الاستقرارية فيليبس بيرون وغيرها وهي مرتبة اصلا ترتيبا ابجديا اذا فتحنا تابع من هذه التوابع مثلا ADF Test فانه سنجد في ADF Test ماذا يتضمن؟ فانه يتضمن اولا كيف نكتب هذه التعليمة ثم بعد ذلك ما معنى كل عنصر من هذه التعليمة ثم بعد ذلك تفصيلا عن هذه التعليمة في ماذا تستخدم ثم بعد ذلك سنجد من وضع هذه التعليمة بالضبط وليس بالضرورة ان يكونوا كما قلتهم من خبراء او من هذه الشركة من شركة السيران وانما قد يكونون اناس اخرين مختلفين من جنسيات مختلفة وهي سنجد هذه التعليمة ايضا في هذه المراجع وسنجد مثالا او امثلة على كيف نستخدم هذه التعليمة وبالتالي فانه كما قلت الار او الار ستوديو تتضمن الالاف من الحزم هذه الحزم تتضمن ايضا المئات او العشرات من التعليمات او الدوال وهذه الدوال ايضا قد تتضمن دوالا او توابع جزئية الان اذا ذهبنا الى مجتمع او ما يسمى اتباع لغة الار الار كما قلنا بما انها هي لغة حرة وهي مفتوحة في المصدر فانه لديها الكثير من الاتباع هؤلاء الاتباع يمكن ان نجدهم على موقع التواصل لتويتر وهم يعني مختلفون من بينهم مثلا ار ليديس من بينهم ار ويكلي من بينهم ايضا ار بلوغرز واشهرهم ايضا ستاك اوفر فلو ستاك اوفر فلو هو عبارة عن ماذا هو عبارة عن موقع يمكن لأي شخص معين لديه اشكال معين او لديه سؤال حول لغة الار فانه يضع هذا السؤال في هذا الموقع فانه يجد الكثير من الاجابات حوله من كثير من المختصين وغير المختصين هذا المجتمع طبعا وهؤلاء الاتباع الذين الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها والذين لديهم مواقع خاصة هم يحاولون تطوير واختراح ما يحسن هذه البرمجية لغة الار طبعا في بنية البيانات فيها فانه بياناتها هي عبارة عن بيانات اما رقمية او عبارة عن سلات الزمنية او عبارة عن قيم منطقية يعني نستخدم فيها المنطق نعم او لا وغيرها بالنسبة الى بياناتها فانه بياناتها اما عبارة عن ديفيكتر يعني عبارة عن اشعة او ماتريكس اي مطفوفات وقد تكون عبارة عن رواي اللي هي اشياء نوعا ما مميزة بالنسبة الى هذه اللغات او لغة هذه اللغة مثل رواي وهي اذا ترجمناها الى العربية هناك بعض الكتب تترجمها الى صفية وهناك ما يسمى بالدتا فرام وما يسمى باطار البيانات وهناك ما يسمى بليست او القوائن طبعا فانه البيانات يعني هذه الانواع من البيانات لا تخرج عن هذه الاطر من البيانات ونحن كما نعرف مثلا في برمجية الاكسال وغيرها غالبا ما نستخدم المطيس فقط او الشعاع يعني لدرافة هذه البيانات لكن هذه البرمجية تستخدم العديد من الانواع من البناء او البنيات او الهياكل ووضع البيانات بالنسبة للعملية الجبرية او الدوال التي او الرسوم البيانية التي توضع في لغة الار فانه هناك العديد من الطبعا من التعليمات ربما يأتي دروس اخرى لشرحها فانه هناك العديد من المعاملات او العوامل التي نستقدمها وهي المعتادة في الرياضيات بحيث انه يعني لديها خصوصيات معينة في هذه اللغة طبعا وهذه خاصة بكل لغة حيث نستخدم هذه الاسوبيراتور هذه التعليمات او العوامل وكما قلنا انه تستخدم الكثير من الدوال بحيث انه هذه الدوال يعني من بينها مثلا القيمة المطلقة كيف نقيس القيمة المطلقة كيف نقيس يعني اللغاريثم للفرانسية للدالة الوسية الجدر التربيعي السينيس الجب او التجب وغيرها الطنجون تضل او التضل وغيرها من هذه الاشياء فانه هي بسيطة جدا بحيث اننا نضع مباشرة اسم التعليمة ثم بعد ذلك بين قوسين اسم يعني تلك المتغيرة او الداة فتعطينا مباشرة النتيجة وهي تعمل يعني هذه البرمجية على اساس سواء اير ستوديو او اير او غيرها تعمل على اساس انه كأنه نعطي السؤال فيعطينا مباشرة تحته الجواب وهكذا كذلك كما قلنا انه تستخدم العديد من الرسومات البيانية بحيث انها كذلك هي عبارة عن الدوال بحيث مثلا اذا اردنا نرسم الاستوغرام فاننا نضع فقط اسم تعليمة الاستوغرام لمدرج استقراري ايماج بوكس بلوت الى غير ذلك فهذه مختلفة الاشياء تعليمة او برمجية الار او لغة الار لديها كذلك كيف نستورد الداتا وكيف نستورد الداتا او كيف نصدرها بحيث انها تستخدم العديد من البرمجيات نستخدم الساكس او نستخدم الاس بي اي 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 اكسل وغيرها فمثلا اذا وضعنا هنا مثلا اذا ذهبنا مثلا الى الار فاننا الى اير ستوديو فاننا مثلا نذهب الى فايل اذا اردنا ان نستورد بعض المعطيات فاننا ماذا نلاحظ نلاحظ انه import data seed نلاحظ اننا قد نستخدم نستورد معطيات من الاسل او الاس بي اساس او الساس او الستاتا والعكس الصحيح بالنسبة الى التصدير يعني نستطيع ان نصدر ايضا التعليمات الى جهة اخرى اذا هذا باختصار كل ما يتعلق يعني بشكل بسيط كمقدمة للغة الار كيف نستخدمها في هذه كيف نستخدمها ما هي بيئاتها لكن كما قلت في البداية انه ابرز او احسن بيئة وهي كثيرة الاستعمال الان في الوقت الحالي وحتى مختلف الدروس تقدم على اساس انه بيئة العمل الار ستوديو على رغم ان لغة الام هي في الاصل هي لغة الار لكن نستخدم هذه البيئة اذا نشكركم على حسن انتباهكم ومتابعتكم ونلتقي ان شاء الله في فرصة قادمة